ما يزال لغز التحرير من أول طلقة إلى آخر طلعة جوية وملف تعز من بين كل الملفات العسكرية ظل ملفا شائكا ملفوفا بالغموض لأسباب كثيرة بعض هذا تطابع سياسيا إذا ما تعلق الأمر بيد الثورات المضادة والداعمين الإقليميين لها بين كلفة الحرية وكلفة التحرير تعيش تعز منذ ليلة 11 من فبراير إلى الليالي عصفة الحزم في سلسلة مكابدات يرجح متابعون أنها ثمن الانتماء لليمن الجامع بعيدا عن نفوذ الشمال وجهوية الجنوب يمضي الجنوب رويدا رويدا ليصبح مستوطنة تابعة لأبوظابي النافذ الإقليمي الناشئ في المنطقة بينما ترزح مساحة واسعة في الشمال بيد جماعة الحوثي وهي الأخرى مجرد جماعة محلية وظيفية بيد إيران كلاعب إقليمي تسعى لوضع مخالب خاشنة لها في خسرة خليج النفط الشرعية هي الأخرى لا تبدي مسؤولية واقعية نحو تعز بما يناسب ما تعيشه المدينة من معاناة مركبة ومعارك طاحنة أكلت الأخضر واليابس من اللحظة التي قررت فيها تعز أن لا تكون لقمة سائغة في فم عبد الملك الحوثي وأبو علي الحاكم وأمراء الحرب السلالية على الأغلبية الشعبية في أروقة السلطة الشرعية تحضر تعز في كشوف التضحية وتغيب في كشوف المكاسب بينما لا تبدي نخب تعز أي مسؤولية تجاه معاناة المحافظة التي قالت لا للميليشيا ونعم للدولة وتصدت بظهر مكشوف من جهة الجنوب وصدر مفتوح لقذائف الميليشيا من مدافعها الرابضة في الحوبان إلى قذائف دبابة السفتين ثلاث سنوات مضت وجرت في نهر التحرير مياه كثيرة وتم إطلاق العديد من أسماء المعارك لتحرير تعز من السهم الذهبي إلى ما عرف بعملة التحرير الواسعة التي دشنها المحافظ الجديد إلا أن الحالة في تعز لا يسر وكان بالإمكان أن يكون في تعز أفضل مما كان